الغرور والثقة الثقة والغرور هذه المتناظرتين الثقة تعريفها شعور بالقدرة مع وجودها بس اختصار اختصار شعور بالقدرة مع وجودها أنا أقدر أنا أقدر جيد وهي لحظة في الحاضر أبنيها أنا على تجارب المستقبل عفاً على تجارب الماضي أو تفاؤل المستقبل هي لحظة حاضرة أنا الآن بسجل بودكاست طيب عندي قبل قد طلعت وسجلت فأبنيها فأشعر بأنني قادر بإذن الله عز وجل في هذه اللحظة أني أتكلم أو على تفاؤل المستقبل عندما لا يكون للإنسان أي تجربة سابقة فنينتقل للمستقبل فإذا تفاؤل ارتفع عنده منسوب الثقة فشعور بالقدرة مع وجودها طيب الغرور والثقة دوماً إيجابية الثقة دوماً إيجابية طيب الغرور الغرور شعور بالقدرة شعور بالقدرة مع عدم وجودها مغتر أنا أقدر أكفخهم طرع برج لدو هذا مغتر بذاتي يمكنني توقع مستقبل أغتر من موجودة القدرة لا عنده رصيد يؤكد له في الماضي ولا عنده تحليل المستقبل ينبئه أنه ممكن يسوي هذا الشيء ولذلك هو ظن وبالتالي أساء طيب إحنا جمنا زاويتين باقي زاويتين أيضاً ثمت أيضاً عدم الشعور بالقدرة مع وجودها وهذا احتقار للذات اللي قبل شوي عدم الشعور بالقدرة مع وجودها شخ أنت أسلوبك زين لا لا ما أقدر أنت شاعر والله ليش ما تدلالة طيب يطلع تكلم لا 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 أنا أحسن شيء وراء الكاميرات ما أقدر ما أنه كويس عدم الشعور بالقدرة مع وجودها هذا احتقار للذات وكيف يقدر يعالج المعارضة؟ بقي الرابع أوكي عدم الشعور بالقدرة مع عدم وجودها وهذا وعي أني أعرف هذا ما يصلح لي وهذا يصلح لي هذا قمة الوعي ولذلك معرفة الإنسان بجهله يقول ابن خلدون معرفة الإنسان بجهله ضرب من المعرفة هذه معرفة أصلاً حد ذاتها ففي حالة الاحتقار كيف يعالج الإنسان يعني هذه الحالة؟ يعالجها بحاجتين بالنظرة في السجلات الماضية وعندنا حاجتين دائماً في معالجة الاحتقار عندنا الثناء والبناء الثناء والبناء الثناء أني أنظر إلى سجلات الإنجازات السابقة وأبدأ أتكع عليها شوف دائماً التقييم الناس أو التقييم دائماً هو انتقاري أجي أدخل لمخزن مخزن فيه أشياء كركبة وفيه أشياء نظيفة ومرتبة أنا معي الكشاف الواعي هو الذي ينظر إلى المخزن كله هذا الواعي هذا اللي يعطيك حكم حقيقي أما الذي يفتح الإنارة فقط على الجانب السيء في المخزن سيحكم على هذا كلناً السيء الثاني لا يقولك أفتح على الجميل أو المخزن هذا حلو أيضاً هذا جانب خاطئ في التقييم جيد أنا أجي لما أشعر باحتقار الذات أشعر بإهانة مثلاً أو تنمر أو غيره أتكع على سجلات الثناءات الماضية والإنجازات وأبدأ أهدأ ثم البناء البناء أني أطور أبدأ أطور كيف أبدأ أطور؟ الكلمة هذه استهلكت لا التطوير بسيط جداً جداً وأبدأ بإنجازات صغيرة إحنا الإنجازات الكبيرة براقة كذا تجذبنا لا لا أبدأ بإنجازات صغيرة هذه الإنجازات الصغيرة تولد حافز على الاستمرار وتجعلني أملك دليل على أنك أنت ما تعرفني أنت أكاد لا أنا كويس لذلك أنا من الداخل مليا لذلك الفرق بين الصغير والكبير ما هو أن الصغير الصغير الطفل هو مثل الأعمى الذي لا يعرف ماذا يلبس ولكن النصف له الألوان التي يرتديها ما يدري الصغير ما يدري إحنا نقول أنت كويس أو مو كويس إما بلسان الحال يشوف عيوني يشوف ملامحني يشوف ترحيبنا بكذا وتركه أو بلسان المقال أنت 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 الكبير لا الكبير هذا الجانب نعم مؤثر فيه يقول الله عز وجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون نعم يؤثر فيه ولا ما في كلام يؤثر فيه لجبلة الإنسان لكن عنده رصيد من الإنجازات قادر على أنه يغلق ليس أفواه الناس لأنه ما يقدر يغلق أفواه الناس لكنه قادر على أنه يغلق آذانة عن الاستماع لأمثال هؤلاء نحن ما نستطيع أن نغلق أفواه الناس أنهم ما يسبوننا ولا ما يتكلمون الناس تجرأوا على خالقهم الذي يعطيهم ويحييهم ويمنع عنهم وينفعهم وتكلموا عليه سبحانه وتعالى يد الله مغلولة الله فقير وتكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم فكيف أنا وأنت ذلك لما جاء موسى إلى الله سبحانه وتعالى قال يا ربي كف ألسن الناس عني قال يا موسى ذلك شيء لم أكتبه لنفسي كيف هات خلاص يتكلم لذلك أبد أنت كن مستعدا لمثل هذه الأشياء ترجمة نانسي قنقر